موسيقى مشاهدين الكرام ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جاري حلقة الليلة بعنوان الإسلام والجنس تمهيذا للموضوع ليلة رأس السنة حدث تحرش جماعي في ألمانيا بفتيات ألمانيات وحصل أيضا في عواصم أوروبية أخرى والذين قاموا بهذا التحرش من أبناء جلدتنا عرب مسلمون من اللاجئين الذين استقبلتهم البلدان الأوروبية وفتحت أحضانها لهم تساءل الكثيرون عن السبب في هذه الأعمال الجاليات الإسلامية خرجت لتبرئ الإسلام من فعل هؤلاء والمحللون تحدثوا عن العوامل النفسية والفقر والحرب والبطالة والكثير من الأمور لكن الإسلام ظل خطا أحمر لا يريد أحد أن يربط بينه وبين ما حصل في هذه الحلقة سنسأل كل الأسئلة الجريئة حول الموضوع ما هو السبب الحقيقي وراء ابتلائنا بآفة التحرش الجنسي بأرقام وإحصائيات مخيفة حتى داخل بلداننا هل السبب اقتصادي نفسي ديني أم اختلطت فيه أمور كثيرة بل سنتعمق أكثر ونسأل هل نظرتنا للجنس من خلال المنظور الديني لها أثر في نفسياتنا وتصرفاتنا هل نظرتنا للمرأة من خلال منظور ديني معين جعلت شبابنا مهووسا بالجنس وبالتحرش سنفتح الليلة واحدا من الطابوهات المحرمة والتي يلف ويدور حولها الناس دون أن يشيروا إلى منبع المشكلة معي الأستاذ حامد عبدالصمد كاتب وأستاذ محاضر في التاريخ والعلوم الاجتماعية وفوق كل هذا عاش عن قرب أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى ألمانيا كونه هو الآخر هاجر إلى ألمانيا ودرس وعاش فيه مرحبا بك أستاذ عبدالصمد أهلا بك أولا أحب أن أهنأك على النسخة الإنجليزية من كتابك Islamic Fascism واللي كنا نقشناه ودرسناه في حلقة ماضية ويعني مبروك الله يبارك فيك شكرا ولمشاهدينا أنا شخص عملي أحب تشجيع دائما الناس اللي يكتبوا خصوصا لجيين من خلفية إسلامية أرجوكم أنه كونوا مساهمين ولسنا فقط مشجعين بالكلام أنا شخصيا اشتريت نسخ من هذا الكتاب وأشجع أي واحد يشتري نسخ خصوصا الذين يقرؤون الإنجليزية يعني نضرب ثلاث عصافير مش عصفورين بحجر عصفور الأول تكون نفسك قراءة جيدة كتاب ممتع ثاني شيء أنك بتشجع الكاتب وثالث شيء ممكن تشاركه مع ناس تانية حتى تعرف وتفهم الموضوع فممكن نضرب ثلاث عصافير بحجر واحد أولا يعني اللي حصل في ألمانيا وبعض العواصم الأوروبية ما تعليقك عليه هو شيء مؤسف طبعا ومحزن ومخجل في نفس الوقت أن الأمة العربية والإسلامية مش بس تعاني من أمراض شتى سياسية واجتماعية وأخلاقية ومش بس تتكتم على هذه الأمراض ولا تعترف بوجودها أو تقلل من شأنها أصبحت هذه البلدان تصدر هذه الأمراض إلى الخارج يعني كل البشرية تصدر أفضل ما عندها للخارج ونحن في مجتمعاتنا أكثر شيء نصدره الآن هي أمراضنا زي الإرهاب مثلا العنف العنف ضد المرأة والآن ظاهرة التحرش الجماعي الظاهرة هي منتشرة في كل البلدان العربية والإسلامية الظاهرة اللي لما بدأت تظهر لم نعترف بها كنسناها تحت السجاد يعني كما يقولون وحتى صرنا نلوم المرأة أكثر ونقول يعني أولا الظاهرة مش موجودة عشان خايفين لا نبوز السياحة وبعدين صرنا نلقي باللوم على المرأة طريقة لبسها ولا نعترف بجذرها ومشاكلها فأنا بالنسبة لي كشخص طبعا قضيت 20 سنة من حياتي بألمانيا وعشت فيها فترة طويلة درست بيها أحمل جنسيتها حسيت طبعا بشيء من الخزي والألم والزعل أن ألمانيا بالتحديد اللي غير كل البلدان الثانية فتحت قلبها للاجئين وقبلت أعداد مهولة في فترة قصيرة جدا ما يزيد عن مليون لاجئ عربي دخلوا ألمانيا خلال ست شهور أن تعاقب على هذا السخاء والكرم بهذه القسوة قبل ما يبرر دينه ويبرر ثقافته مين حسب ألم إمرأة ألمانية خرجت في ليلة رأس السنة يمكن هي كانت واحدة من النساء الكثيرات اللي كنا ينتظرنا اللاجئين في محطات القطار بملابس وبأكل وبأموال ويرحبون بهم مبتسمين مرحبا بكم في ألمانيا كانت حملة كبيرة شاركت فيها نساء كثيرات ومن بين هذه النساء نساء تعرضنا للاغتصاب وتعرضنا للتحرش الجنسي مين بيفكر في الضحايا وهذا الشيء اللي يؤلمني كثيرا قبل ما تبرر دينك ولا تبرر ثقافتك ولا تبرر مجتمعك أننا بريئين من كله فكر يا أخي في الضحية فكر إزاي نحلها الأزمة عشان ما تتكرر مرة تانية وأتذكر شيء برضو من الأشياء المحسنة قبل أربع شهور من هذا الحادث كنت أنا في توك شو في ألمانيا كنا بنتكلم عن اللاجئين ودخلهم وأنا طبعا أنا لست ضد اللجوء وحق من حقوق الإنسان الإنسان المضطهد والإنسان الهارب من حرب من حقهم يطلب اللجوء شيء مفرغ منه ولكني قلت أن في كثيرين ليسوا لاجئين وأن هما دخلين بس يستغلوا الفرصة ويدخلوا مع اللاجئين وأنا حزين على وضع اللاجئين السوريين الآن اللي هما يعني يهانوا وينظر إليهم نظرة سيئة رغم أن هما الصالح مع الطالح الصالح مع الطالح فأنا حذرت قلت أن مفروض يعني قبل أن تفتح بابك أو حدودك بهذا الشكل أنت لو أخوك بالمغرب أو أنا أخويا بمصر حب أنه يدرس في ألمانيا حاليا وقدم للصفارة أوراقه في إجراءات كثيرة لا بد أن يتعب لا بد أن يتقصوا عنه لا بد أن يعرفوا إذا كان حيدخلوه يشوفوا أمنيا إذا كان وراه شيء ومديا ومديا وكل شيء وبعد ذلك يعني يدلوا يدلوا تأشيرة أو لا لكن حاليا أي شخص تعلم مش متعلم خارج هربان من سجن هربان من أي مكان يطلع على حدود النمسا ويقول لهم أنا لاجئ ومعيش باسبور أنا من سوريا وهو بقى جاي من شمال أفريقيا جاي من الشرق الأوسط من أي مكان تاني ويدخلوا فأنا حذرت قلت أن بين هؤلاء ممكن يندس إرهابي وممكن يندس ناس سيقوموا بأعمال تحرش في المدينة العامة لأنه سيقوموا بأعمال إجرامية تتخيل كيف كان رأي الفعل عليها أتهمت بالعنصرية إن أنا أحذر من كارسة ممكن تحصل أتهمت بالعنصرية ضد اللاجئين ضد اللاجئين بعد أربع شهور صاروا يقتصوا هذا الجزء من التوك شو يعني ويعرضوه كرأي خبير شوف كيف تغير الوضع خلال أربع شهور قبلها أن تحذر من المسلمين قبل أن تحدث أنت إسلاموفوبي وعندك مصاب الإسلاموفوبيا عن سوري وأنت تكره الأجانب لكن لما تظهر المشاكل التي تحذر منها صرت خبير ويندهوني تعالى أحضر شوك شو قلت لا مش رايح نادوني عشان أحضر شو قلت أنا قلت خلاص يعني رأيي في الموضوع قلته فعايزيني أحل تاني وخلاص التحليل بعد حدوث كارسة ما بيفتش طيب يعني الأسباب في نظرك يعني في ناس تتحدثت عن الأسباب لكن دينا رأيك بصفتك أنت عشت التجربتين أنت ألماني مصري مسلم عربي سابقا لكن التقافة لازلت تحملها لازلت تعرف الأفكار وكل شيء عشت في الغرب مدة طويلة فعشت التجربتين ممكن تعطينا ملخص للأسباب أنا طبعا ما بحبش أي حد أنه هو بيدي سبب واحد ويقولك هو سبب كل المشاكل أنا تخصصي دراسات سياسية واجتماعية ودايما الباحث المتخصص يعلم أن كل ظاهرة لها عدة أسباب متشابكة السبب الواحد لا يكفينا ومش هيحل لنا الأزمة لازم نعرف التشابك حصل إزاي عشان نعرف نفض الاجتباع فأنت حتجد أبعاد بالتأكيد اجتماعية للمجتمعات العربية اللي صارت فيها ظهرة التحرش كبيرة جدا فيه تفكك في المجتمعات بيحصل فيه نمو جيل جديد من الشباب تربى في إزدواجية من ناحية تربية دينية صارمة ومن ناحية مفتوح على كل الفضاءات وعلى الإنترنت وعلى اليوتيوب وعلى كل قنوات البرنو الأفلام الجنسية فعايش في حالة فصام بالبيت ممنوع تبص لجارتك ممنوع تبص مش عارف إيه الفصل بين الجنسين التام وكلما زاد الفصل زاد التحرش الجنسي يعني أنت لو لاحظت أن معظم البلدان اللي فيها فرض الحجاب تجد فيها أعلى نسبة تحرش الجنسي أفغانستان، إيران، مصر، السعودية أنا رابط بين الحجاب وبين التحرش الجنسي في البلدان اللي هي من أربعين سنة فاته لما في مصر أو في إيران أو في بلدان عربية ما كان حد بيلبس حجابه وما كانت الظاهرة غير موجودة لأن الدين لم يكن لها حتى المغرب الدين ما كانش بيلعب دور في مراقبة المجتمع فما كانتش الظاهرة موجودة كان مسألة عبادة شخصية كان في نساء في القهرة بيلبسوا من الجيب وملابس النهاردة سنقول عليها مش محتشمة فالقصة هي مش حكاية حشمة أو مش حشمة القصة مش حكاية الستة لبساية لكن عقلية الرجل شكلها عامل إزاي فالجانب الاجتماعي والشباب والفصام للحالة اللي هم عايشين فيها حالة الكابت طبعا والتحريم الكابت والتحريم كل شيء يعني يزيد عن حده وينقلب إلى ضده فيه طبعا التفكك الأسري وعدم سيطرة الأسرة على بنيها خلاص يعني كان زمان هذه الأخلاق أو هذه التحريمات كان ممكن مراقبتها من خلال الأسرة لأن الأسرة كانت بتعد الشخص أو ابنها بشيء وكانت تفي بوعدها وفي مقابل ذلك تسيطر عليها يعني تقول له رح أزوجك رح أجيب لك وظيفة والدولة نفس الشيء كانت بتعد وتفي بوعدها أن هي تسيطر عليه وفي المقابل أنت ما عندكش فردية وما عندكش قرارات شخصية أنا اللي بأخذ لك كل قرارات لكن حاليا الأسر صارت لا تستطيع أن تفي بوعدها والدولة صارت لا تستطيع أن تفي بوعدها فحصل عندنا تفكك مجتمعي أفرز لنا مجموعة من الظوهر أحدها الثورات الثورات خارجة من نفس هذا الفكر أنه هو الفردية والتفرد والخروج عن طوع المجتمع وعن طوع الأسرة ستجد البلتجة خرجت من هذا التفكك ستجد الإرهاب والتطرف خرج من هذا التفكك والتفرد وأن كل واحد يرجع للدين بطريقته وظاهرة التحرش الجنسي والتحرش الجماعي اللي عندك هذه الدواهر كلها مرتبطة مع بعض خارجة من نفس البوثقة وأسبابها متشابكة ومتشعبة من بينها الأسباب اللي ذكرت بالضبط نعم طيب صرحت على فرونس فانتكات عملت برنامج عن نفس الموضوع وصرحت أن أحد الأسباب الرئيسية هو الدين الإسلامي ونظرته للمرأة وللجنس وكانوا معاك ضيوف تانيين يعني انت زعلت كل الضيوف تقريبا المشاركين في الموضوع أليس هذا تجنيا على الإسلام يعني احنا نعرف أن الإسلام يعني منع الرجل حتى يسلم على الست الأجنبية يعني تجد الشخص الملتزم يمتنع يعني يعمل سلام عليكم من بعيد المرأة الملتزمة ما بتسلمش فكيف تتهم الإسلام بأنه ساهم في التحرش أنا أنا يعني ما العلاقة هو صحيح يعني التعليم الإسلامية يعني تمنع الرجل الملتزم دينيا أنه هو يعني يلمس المرأة أو حتى يسلم عليها حتى السلفين في مصر كانوا يقولوا أنه لو امرأة قامت بالباس بالأوتوبيس لو قامت من على مقعد الرجل ممنوع أنه يجلس فوق هذا المقعد لأنه لسه دافي بجسد المرأة فالرجل لما يجلس على هذا الكرسي ممكن يسار جنسيا يعني تخيل أنت المنظر وهنا تبدأ الأزمة هي مش إن الإسلام بيقولك روح تحرش لا هو الإسلام بيزنؤك في خانة كيف تتعامل مع غرائزك كرجل وكيف تنظر إلى المرأة وهذه هي الأزمة أنه هو بيعتبرك كرجل حيوان لم أخص لا تستطيع أن تتحكم في شهواتك يعني أنت المجرد أن أنت تلمس امرأة الإسلام ينظر إليك أن أنت ليست لديك القدرة القوة النفسية أنك تصير طبيعي هو ينظر إليك أنك هتلمس امرأة هتقول لي ينهري سود أنا مش آدم مش بس كده أنت هتقعد على كرسي عليه لسه دفء جسد امرأة هتحس بالدفء فتهيج جنسية الكلام ده جاي من ايه يعني هل الجماعة السلفيين اللي قالوا الكلام دوان هل هم اخترعوا أم يأتي من صميم التراث للإسلام مش في أحاديث بتقولك لأن يلمس للرجل امرأة يعني كأنه يضرب بصوت من نار يعني يخلي مجرد لمس المرأة كارس حاجة تانية شيطنة المرأة شيطنة المرأة النظر إليها أنها دايما حتخلي الرجل يعني هو بيصلي مثلا في حديث رواي بن عمر وهو بيصلي لو مر كلب أو حمار أو امرأة أمام الرجل تبطل صلاته جعلها في مقام الكلب والحمار لما في حديث تاني إن محمد كان يجلس فمرت امرأة حسناء فقام انتفض وذهب إلى زوجته زينب وفي نص الحديث يقول فقضى حاجته ورجع قضى حاجته قضى حاجته أنه يجعل يعني شاف امرأة جميلة أثارته فقام رح على المرحاض الزوجي جعل من المرأة مرحاض جنسي كما هي مرحاض اجتماعي يكنس ويغسل وينظف جعلها مرحاض احنا بنقول يقضي حاجته لما الرجل يروح إلى المرحاض وجاء مش بس كده يعني ما اكتفاش أنه عمل هالشيء وتكتم على الموضوع فقال لهم إيه إن المرأة لا تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان شيطانة المرأة جاي شيطان ماشي يعني هو ما لمشي على نفسه أنه لم يتحكم فيه أنه مجرد نظرة خلته يعني يستسر جنسيا ما عندوش القدرة النفسية أنه يرى المرأة كإنسان في المقام الأول هو يراها كشيء يراها كوسيلة للمتعة وفي الوقت نفسه بقى كمتزوج يراها كما فعل مع زينب يراها كشيء يعني يملكه شيء يملكه أنه له وظيفة معينة أنه وقت ما يحتاج يقضي حاجته يقضي حاجته وينزل السفون ويروح ويمشي ويرجع لصحابه تاني يعني مش مثلا يعني ما رحش لزينب ونب معاه وبعدين حتى أخي بالمنطق كده أنه يخدها في حبنه خلاص يعني قدم معه حاجته يداعبها يعني لو فيه محبة لكن الحب ليس هو الشيء الذي يعني المهم في علاقة الرجل والمرأة في الإسلام أنت شايف أنه الكبد والنظرة للمرأة بهذا الشكل شايفها أنه هي السبب مش أنه الإسلام يأمرك بالتحرش لكن المنع هذا المنع يعني الفصل بين الجنسين وهذه التعقيدات ونظرة الإسلام للمرأة هم سبب من أسباب المشاركة هي القصة ليس قصة العفة لو بسيت في كل الأديان ستجدون في النهاية قريبين جدا في حكاية العفة وقبل الزواج والعلاقات لها أصول وهكذا فهي ليس هذه الأزمة الأزمة هي أنا بنظر للمرأة ازاي أنا بنظر للمرأة أنا شايفها من أي بأي نظارات بأي نظارات يعني أنا أنا النهاردة لو إسأل حد عندك في المغرب متزوج قل له عقد زواجك مكتوف في إيه هيتلاقي مكتوف فيه عقد نكاح صحيح عقد نكاح نكاح هي كلمة باللغة العربية معناها الزواج ومعناها ممارسة الجنس في نفسه جعل الكلمة التي يعني ترمز إلى هذا الرباط اختصرت اختصرت في ممارسة الجنس اختزلت حتى يعني هو معها عقد امتلاك امرأة عقد امتلاك امرأة خلاص وبالتالي صار هو الوحيد اللي منحقه معه المفتاح منحقه يدخل وقت ما هو عايز ولابد ان تستجيب له وقت ما هو عايز يعني حتى فيها حديث يقولك لو هي ركبة على جمل والجمل ماشي وهو حبكت يعني لازم تسلم له نفسها حتى ولو على ظهر جمل استعباد يعني حتى لو عاهرة يا أخي مش حتى مش حيبقى كده يعني حتى يعني حتى فين مشيئة المرأة فين ارادة المرأة فين حتى لما يقولك نسائكم حرتوا لكم فاتوا حرتكم النشئتهم يعني أنا شئتم انتو يا رجال ما فيش حديث واحد يقوله أنا شئت المرأة فين مشيئة المرأة فملهاش مشيئة هي مجرد شيء لكن المشيئة هي للرجل المشيئة للرجل يعني هي لو على ظهر جمل تسلم نفسها لو ما سلمت لهش نفسها تبات الملائكة تلعنها طول الليل يعني الملائكة الملائكة متواطئة مع شهوة الرجل مش بس كده يعني انت يعني سيبك انت بقى من حكاية ان ممنوعة من الخروج بإذن زوجها وما تخرجش ما تمشيش بالليل وحدها والحاجات دي كلها ودي الحاجات اللي هي قدت برضو للشباب العرب اللي هم قاموا بهذه الأعمال وشافوا قدامه مجموعة من النساء في ميدان عام في منتصف الليل اه راس السنة بس نساء وكتير منهم خرجين لوحديهم او مجموعة من النساء مع بعضيهم شيء غير مألوف شيء غير معروف بالنسبة له ففي هنا كذا كذا أزمة أول أزمة الست دي خرجة من البيت لوحدها ليه هو ما بيسألش انا خرج لوحدي كرجل من البيت ليه انا شارب مخدرات ده شيء عادي بالنسبة لي بالنسبة لي أمر مفروغ منه وانه خد مخدرات انه هو ماشي لوحده في أي وقت هذا بالنسبة له انا ملتزمتش بقواعد العفة والشرف والبتاع ده بس هي لازم تلتزم لانه بالنهاية هي اللي بتسبب الكوارث لانه هي الشيطان فأول حاجة انه هي خرج لوحديها من البيت اسلاميا مرفوض ثانيا تستاهل يعني انه هي موجودة في مكان موجود فيه شباب في مكان فيه اختلاط يبقى هي اللي اولا ايه اللي اداءها على عندنا دايما قصة مشهورة في الميدان لما بنت مسكينة كانوا سحلوها في ميدان التحرير و يعني فارت الدنيا وبتاع فلما جات القنوات الاسلامية في عهد الاخوان فلما جات القنوات الاسلامية بتبرر اللي حصل فبيقولوا ايه اللي ودها هناك ايه اللي نزلها الميدان أصلا مش انه هو يشوف اللي ضربها واللي سحلها سحلها ليه اه لا ده هو هي السبب ايه اللي ودها هناك لو كانت قاعدت في بيتها بيقولك دي كانت لابسة عباية فيها كباسين يعني سهلة الفتح شوف وصلت لحد يعني الستة كانت محجبة بس كانت لابسة عباية فيها كباسين اه يعني سهلة الفتح فهي اللي تدعم اه المفهول الستة لتخرج من بيتها ولو خرجت تبقى بحشمة وما تروحش ما كان فيه رجال وتلبس من غير ولابسة طبعا مش لابسة حجاب يعني بالنسبة لالي في ألمانيا مش لابسة حجاب لا والمصيبة يعني الكبيرة حتى عطر حتى عطر حتى عطر بيسألوا 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 امام في في مدينة كولونيا اللي حصل فيها وهذا شيء مضحك يعني لأن مدينة كولونيا هي اللي اخترعت العطور نحن لحد daí في كل العالم باستخدموا أودو كولوني حطة كولونيا حطة كالونيا زي نقوله في مصر كولونيا يعني هي اللي اخترعت العطور يعني أنت يا لاجئ يا يا إمام ياللي بتقول السبب هو بيسألوا ليه السبب في المتابع؟ يعني أنه برضو طريقة لبسوهم وحطين عطور. سمعت أنه إمام مغربي. إمام مغربي يسمه سامي أبي يوسف. فطبعا ثارت الدنيا في ألمانيا. إزاي أنه يبرر التحرش الجنسي بينها حدها. فالمنظمات الإسلامية. وقال إيه بالضبط؟ قال إن هي المرأة النساء كانوا خارجين متعطرات. وده برضو بيثير شهوة الشباب. آه يا سلام. يعني السبب عليها هي. طب تحط أي ريحة. يعني كان لازم. ما تحطش. ما تحطش. أو تحط ريحة منفرة مثلا عشان. لا هي ما تخرجش من بيتها طبعا المفهود أساسا. الكلام ده إحنا طبقناها في بلادنا. ونجح عظيم. بدليل التحرش الجنسي الهائل اللي بيحصل في بلدان اللي فيها حجاب وفيها حشمة. فإحنا عايزين نطبقه كمان على الغرب اللي هو مستضفنا. اللي هو مستضفنا. اللي هو بيدينا فرصة الدخول أننا نجعل من أولادنا بشر حقيقيين. فإحنا لا. عايزين نفرض عليه طبعا. زي ما الإسلام دمر مجتمعاتنا. عايزين نسعى أنه يدمر مجتمعات الناس التانيين. فالإمام بيقول اللي عايش في خير البلد بيقول السبب. النساء كانت متعطرات. الغريب بأن الجاليات الإسلامية المنافقة. خرجت. هذا إمام جاهل. هذا إمام مش عارف إيه. لا يمثل الإسلام. طبعا. زي ما الأولاد اللي تحرشوا هو دائما خدها قاعدة. لما تحصل أي كارثة خاصة في الغرب مش مهم للمسلمين أنهما يبحثوا عن أسباب. لا. المهم مش بسببتهم الضحايا. مش مهم بالنسبة لهم الأسباب عشان نعالج القضية عشان ما تتكررش. أهم شيء أول حاجة الإسلام بريد. نبرأ الإسلام في الأول وبعدين نتكلم. بالضبط. لا. ما نتكلمش. نبرأ الإسلام وخلاص. ما هو يكفينا. نحن جايين هي وظيفتنا هكذا. فلما الإمام قال له هذا الكلام يعني أنه التعطر هو السبب خرجت بعض الجاليات الإسلامية وقالوا هذا إمام جاهل. فأنا كتبت شيء في الموضوع. قلت له. طب تعالوا. هذا حديث متواتت. يعني مش موجود مرة. حتلاقيه عند الحاكم. حتلاقيه عند أبي داود. وحتلاقيه عند النساء. رواح كثيرون. رواح كثيرون عندي حتى نصه. يعني أيما مرأة استعترت. فمرت بقوم ليجدوا ريحها. فهي زانية. محمد هو اللي قال كلام له. يعني السبب هو المرأة. المرأة لو تعطرت وخرجت. علشان هدفها أن الناس تشمر حتها. رجال يعني. فهي زانية. اللي تحط تعطر وتخرج. هي زانية. يبقى مين اللي قدم المرأة حفريسة للتحرش. إذا كانت هي بتقول أنا زانية. يعني بتديني إشارة واضحة جدا. زي الحيوانات. يعني الحيوانات عندها الرائحة. لما تكون الأنثى ترغب في ذكر معين من الحيوانات. ترسل فيرومينات معينة. علشان ترسالة إله يعني. أنه أنا أرغب فيك. فهو يقترب. فهو عصر عند المسلم وعند محمد. أن المرأة لو حط تعطر. فهي بتدعو الرجل للزنا. فالإمام ما غلطش في حاجة. يبقى اللي بيهجمه دول أصلا. إما ما يعرفوش الإسلام. إما بيكذبه. وهو في الغالب. أنه هو الكذب والنفاق. فهذه كارسة كبيرة جدا. يعني إحنا عندنا في التاريخ. برضو في نفس الكتب اللي بتروي هذا الحديث. بتروي قصة عن عمر بن خطاب. أنه كان بيمشي في الأسواق. ويجري وراء النساء. عمر بن خطاب كان فعلا متخلف. كان عنده عقدة من النساء غريبة. أنه كان بيجري وراء النساء بالصوت. لما إليها حط عطر. يقول لها. يضربها. آه. تعطرتن. أما علمتم أن قلوب الرجال تحت أنفهم. يا سلام. أنت ما أنتش عارف أنه. وما يقصدش القلوب طبعا. يقصد عضوة تاني. ما أنتش عارف أن قلب الرجل تحت. ويدربها بالصوت. تحت أنفه. تحت أنفه. يعني أنه يشم يهيك. خلاص. يشم ما يعرفش يتحكم في نفسه. هذا وصف لحيوانات. وربما حيوانات أملك أحيانا. وصفة. شوف القواعد بتاعة الحشمة والنقاب والحجاب. كلها نشأت في مجتمع المدينة. اللي هو كان مجتمع متحرش. طبعا. يعني حد آية الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابي بهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني قل ستاتك وبناتك ونساء المسلمين يخبوا نفسهم عشان ما يعرفوش فيؤذوه. يبقى هو مجتمع متحرش. إذا كان المجتمع اللي خرجت منه هذه القوانين مجتمع متحرش. يعني. حتى ذكرتني بالقصة اللي نزلت بسببها آية الحجاب. أنه كانوا النساء يخرجنا ليتبرزنا يعني. هو عمر تاني. هو عمر بن الخطاب تاني هو بالظبط. عمر بن الخطاب تاني. تبع مرات محمد. آه. سودا. عرفناك يا سودا. عرفناك. هذا مش تحرش. وهي مش يتقضي حاجتها بالليل. لأنه ما يدرون يخرجوا إلا بالليل. اللي يخرج وراه هي واحدة وراه حتى يتقضي حاجتها. يقول لك عرفناك يا سودا. آه. أنا شايفين. تخيل الآن واحد شيخ مثلا كبير. لأنه عمر بمقام كبير في الإسلام. تخيل شيخ الأزهر. ماشي وراه نساء. رايحين للمرحاد. آه. وتابعهم. يقول لها عرفناك يا فلان يا مرات فلان. عرفناك. يعني. 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 ده مش. لا. حاجة رهيبة. ده في آية تانية بقى خدي. آه. ده يعني. نس كتير ما تعرفهاش. فاهمها ولا قد علمنا المستقدمين منكم ولا قد علمنا المستأخرين. في صورة الحج. الآية دي. ولا قد علمنا المستقدمين منكم ولا قد علمنا المستأخرين. نزلة في موقف ليه علاقة بالتحرش. في المسجد. في المسجد. كانوا في الأول في البداية. كانت الستات تصلي قدام تصلي وراه ما كانش لسه الفصل العنصري ده حصل. الفصل العنصري حصل ليه. لأسباب كتير. إن طبعا أيام النبي ما كانش فيه ملابس داخلية ما كانش فيه يعني لباس فكانت النساء بتبقى لبسة بس الرداء بتاعهم دوان فلما كانوا بيميلوا في الصلاة يعني ميلوا يسجدوا أو بتاع فكان ممكن تبان شيء منهم يعني فلوما بيبقوا قدام الرجل فطبعا ده كان بيسبب أن هم يشوفوهم فالآية نزلة في هذا الشيء إن لما كانت المرأة بتسلي قدامهم ففي حد كان بيجي يتأخر وراء عشان يشوفها من وراء وفي حد كان يعني إسبقها بس كان ينظر حسب تفسير الطبري للآية دي إنه يبص من تحت قبطه عشان يشوفها من وراء يا سلام وسط الصلاة تخيل ده المجتمع اللي احنا المفروض نتعلم منه الأخلاق الحميدة دول صحابة رسول الله اللي احنا المفروض نقتدي بيهم ونتعلم بيهم في القرن العشرين كيف نتعامل مع النساء رجل مش عارف يتحكم في غريسته حتى وهو بين يدي الله فتخيل أنت يعني المنظومة اللي أخرجت هذه القوانين إزاي تنفع نحنا نعيش بيها النهاردة وصالحة لكل زمان ومكان ده ما كانتش صالحة لزمان وهو هو يعني غصبهم عليها ضد طبيعتهم وهو دي أزمة الإسلام مع الأخلاق أنا جاي لأسئلة أخرى لكن خليني أخذ الأخ كريم من إيطاليا أخ كريم أهلا بيك أهلا وسهلا تفضل أشكرك على استضافتك لأخ حامد الذي كنت أتمنى أنه كلمه وهذه فرصة التي أتكلمه كنت بتابعة براميجة وصندوق الإسلام الذي نور بصيرتي حقيقة أشكره من كل قلبي شكرا لك حامد بالنسبة للتحرش الجنسي أنا أراه يعني من نتيجة الكبت الذي عاشوه في بلدانهم أنا أذكر مرة لما كنت أنا كنت مسلم وتركت الإسلام بفضل سوية الجارية أذكر مرة كنت خرجته من المسجد وغنا في إيطاليا أنا أعيش في إيطاليا ووقفت سيارة بها سيدة تسألني عن عنوين ما وهناك باع بجانب المسجد لما سألتني السيدة يترك كل ما لديه من باع وأتا لي يشاهد ذي السيدة وأخذ مني الكلام وتكلم معه وكان ينظر إليها في نظرات يعني أحس منه نتيجة الكبت صحيح أرى يعني نتيجة الكبت الجنسي الذين كانوا يعيشونه في بلدانهم هل تعتقد أنه الدين له دخل في الموضوع واحد من الأسباب لا نقول أنه السبب الوحيد لكن نقول أنه واحد من أكثر الأسباب يعني تسببا في الموضوع هل تعتقد هذا الأمر؟ من ناحية الدين بما أن بما أن هم الذين أتوا إلى ألمانيا كانت لأول مرة يأتون إلى أوروبا ويرون النساء ليس كما كانوا يرونه في بلدانيا أنا نشوفه يعني من ناحية التطافة الإسلامية أكثر من الدين لأنه في بلدانهم يعني حتى أنا تونسي كنت نشوف في تولس يعني إذا كان فيه شاب يعكس فتاة فإن البوليس يعني يتصدى له وكان يعني مقيد بينما في ألمانيا أراك مثلما في إيطاليا نعيش يعني في الحفلات رأس السنة يصير اختبار يصير ربما نرىه عادي نحن كلنا نعيش بأننا في أوروبا يعني لو أنه شاب يقبل فتاة كانت خطيبته أو أو صاحبته يعني حاجة عادية عندنا في أوروبا لكن بالنسبة للأشخاص أيضا من جاء وشايفه يعني كانت له حاجة حاجة يعني حاجة مش عادية وبحكم ما أنه حتى يمع الأصحاب الذين يرثقونه يعطونه يعني شجاع أحدهم يقولوا كلمة يعني شجاع آخر وأظن كذلك من شرب الخمر هذا كله يعني يكون له يعني انتجار انتجار للتحرش شكرا 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 لك أخ كريم شكرا وطحيتي لأخ حامس الله خليك شكرا نأخذ مكالمة أخرى من أخ جون من المغرب أخ جون سمعني من التليفون فقط من فضل أخ جون ياريت سمعني من التليفون فقط طيب نخلي أخ جون لحد ما يسمعنا من التليفون نأخذ الأخ سيد من المغرب أهلا بك ألو أخ سيد تفضل سلام تفضل أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أنا شكرا أهلا بك أهلا بك والله أنا أريد أن أمدي هذا المستوى الحقيقة من التعرض للآخرين بهذه الأكذب وكثير الاشتراعات لا تفاح إذا ما يقوله الأخ حمد عبد الصمد نظلا يسوط آراءه بهذه الطريقة الزج في التعالي والكثير منها يحمل الكثير من الاحتقار للدين الإسلامي وعنده مشاكل خاصة نحن لا نتعلق بها ويسوط روايات بطريقته التي تحمل الكثير من التهكم الذي يستطيع أي شخص أن يسوق روايات أي كتاب آخر بالطريقة الفج والتي غير مقبولة إطلاقا وتسيراته وتأولته طيب ما عليش أخ حامد طب أخ سيد خليه خليه الأستاذ حامد طريقة تفجأ يعني متهكم استخدم النصوص في غير محلها اشرح لنا النصوص مثلا المرأة تقبل في سورة الشيطان وتدبر في سورة الشيطان بطريقتك المهدبة اللطيفة الجميلة بالطريقة البسيطة التي لا لا يمكن لأي حذر لأنه ليس معشش في أفضاء أخرى إلى نصر بأن المرأس يؤمن ستنى فقط أنا 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 وقف وقف لا 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 وقف وقف ليس بسرعة ليس بسرعة الله خليك بهدوء معلش عشان أنا عايز أفهمك أنا كمان لا بهدوء 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 يقول ما يفعله على ذلك يا أخ سيد يا أخ سيد بالراحة 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 نأخذها كلمة كلمة هل تسمعني يا أخ سيد أعتقد سنضيع الوقت يعني هكذا أنا كنت عايز أسمعه لا لكن ما أعطناش فرصة نسمعه هو مسترسل في الكلام دون أعطاه فرصة قال لك القصد منها أن المرأة فتنة طيب يعني والرجل ما هذه المصيبة يعني المرأة هي دايما فتنة طيب هو الرجل يعني هذا نفس الشي يقول لك عشان كده لازم المرأة ترتدي لا يظهر منها إلا وجهها والكفين لأن هم دول الشئين اللي ممكن ما يثريش الرجل طيب أنت متخيل لو امرأة شافت الرجل مفتول لعضلات الرجل يعني عورته بس من سرته لركبته يعني كتافه وصدره عاري ماشي يمشي بيه في الشارع حتى ما فيش أي مشكلة طيب يعني المرأة ما عندهاش أحاسيس مثلا ما يمكن تبص للرجل وتقول يعني بسم الله ما شاء الله يعني أنا كمان مش هي شيطان كمان يبقى عايزة طيب ما تراعي مشاعرها وهي دي الأزمة هي الأزمة دي كلها يعني أنا رجل كل شيء كمسلم كل شيء في الوجود ربنا سخره تحت استصرفي بما فيه النساء فهي أنا سخرها لي علشان أتزوجها علشان مرحات جنسي واجتماعي أو لازم يعني حتى يعني ما تلفتش انتباهي مش مش أن أنا أخلي بالي أنا ببص إزاي وأخرج القضارة من قلبي ومن عيني لا هي الملزمة بكل شيء هي اللي تعمل كل الشغل أنا 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 أريد أن نفهم شيء معين يعني يعني إحنا تربينا وأكيد حضريرك يعني رغم أنك من مصر أنا من مغرب لكن نشترك في هذه التقافة تربينا أنه هي يعني حتى في أستراليا الإمام اللي كان هناك قال لهم الأستراليات مثل اللحم المكشوف لو كشفت اللحم القط يجي عليه غطي غطي اللحم يعني سرت أو يقول لك الحلوة قطة الحلوة اللي علىها الدباب يجتمع عليها المصاص فلازم تغطيها لازم تغطي المصاص ما هو جزء من التقار عن جزء من الاحتقار برضو أن أنت يعني هو مفكر أنه لما بيقول الكلمة دي أنه هو بيكرم المرأة يقول لك المرأة زي المصاص أو زي قطعة الحلوة لو غطتها الظباب ما يجيش لو عرتها الظباب يأتي ليه تجعلها شيء المرأة كائن ينبض وحي وله عقل وله ودي مش إهانة للرجل أنك ذباب أه وله اختيار أنك مثل ذبابة أول ما تشوف ما هو قلت لك وأنك مثل القط أول ما تشوف لحما يعني عايزت نقض عليها هي نفس السياق الرجل حيوان والمرأة شيطان هذه النظرة الأولية للإنسان اللي جاي منها معظم التشريعات بتبني على هذا الأساس أنه ما فيش شخص عنده القدرة على تهذيب نفسه جنسيا ونفسيا واجتماعيا أنه هو يكون له صداقة أو له علاقة مع امرأة قائمة على الإنسانية أنه يرى فيها الإنسان في المقام الأول ما بيعلمناش الإسلام أنه نرى المرأة كإنسان في المقام الأول ولكن أولا كسلعة جنسية كوسيلة للتسري بها ودي نقطة تاخدنا للنقطة التانية المرأة المسلمة مطالبة أنها تلتزم بكل ده إن لم تلتزم فهي بتعرض نفسها وهي المخطئة ولو جرى لها حاجة تستاهل ولو جرى لها حاجة تستاهل خلصنا من هذا الأمر الأزمة بقى فيه التعامل مع المرأة غير المسلمة المرأة غير المسلمة في شريعة الإسلام هي مشروع سبية مشروع سبية حرب سواء الشخص ده متدين أو مش متدين هو مترسب فيه ذهنه من الأول خالص الكفار الفتحات الإسلامية وأخذ نساء الكفار سبايا محمد كان يشجع جنوده على غزو تابوك يقول لهم إيه أغزو تابوك تنالوا بنات الأصفر تغنموا تغنموا بنات الأصفر يعني فيه بنات شقروات حلوين هناك كده لو جيتوا حربتوا معايا حبصتكم حبصتكم محمد كان عنده نظرة معينة للجنس معرفش يمشيها في مجتمعه يعني هو كان حاول لما منع الزنا مثلا ومنع زيارة بيوت العاهرات اكتشف أن ده الوحوش اللي حواليه مش مشى معهم الموضوع ده فضجروا يعني إيه مرأة واحدة تزوجها فقال لك إيه تزوج أربعة متنى وثلاثة وربعة متنى وثلاثة وربعة ومتنى وثلاثة وربعة دي يعني بص برضو شوف الآية بيقولك إيه وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتامة فانكحوا إيه اللي جاب الألعجا بالبحر يعني إن خفتم ألا تقصتوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة شوف يعني لو أنت خايف أنك تعدل في اليتامة انكح لو خايف أن المغول يهجموا عليك انكح أي حاجة خايف منها انكح هو فيه الربط بالنكاح كحل لأعزمات ملاش علاقة بالنكاح طب أمينا خلينا حتى لو أخذناها زي ما هي لأنه يقولوا أه å تتزوج получ �도 حتى تعتني بالأيتام مثلا طب هو محمد تتزوج ايتام فين يعني فين الايتام اللي هو تتزوجهم كميثال هو بقوله أنه تتزوج زينب عشان يدي م Kritik كيف علشان ينهي موضوع التبني طب هو هو تزوج قاتمت هو تزوج أرمالها طبعا سودة وحتى ما كانش في أي قشط مع اليتامة بس مش دي الأزمة الأزمة بقية أنه كان يحاول أنه يهذب قومه جنسيا ومعرفش يعني إيه قال لهم من أول بلاش تروحوا لصاحبات الريات الحمر للعاهرات فقال لهم تتجوزوا أربعة وقبلهم بعد كده وملك اليمين المفروض أن الدين جاي بقى حيمهد الرحمة للعالمين والبشرية أنه يجي انتقد هذه الأشياء ما فيش حاجة سمع أنك تغزو وتاخد امرأة نايمة لحربتك ولا عامت لك شيء تاخدها وتجعلها سبية وتتسرى بها المفروض أن دي حاجة خلاص يعني أنت كآخة الدين حتيجي بتمهد بقى للحقوق الإنسان العالم لحقوق الإنسان يعني أنت أولى كآخر رسل الله أنت تكون أنت اللي عملت الإعلام لحروق الإنسان ما فيش حد يستعبد حد ما فيش مرأة تغزب على الجنس بدون إرادتها الجسد الإنسان ملك ملك لك أنت إنسان مستقل وجسدك مستقل امرأة أو رجل هذه هي المبادئ اللي الغرب الكافر هو اللي جابهنا مش آخر رسل فهو كان بيحاول يهذب مجتمعه جنسياً وما مشيتش الحال فابتدى يدور لهم على رخص فالجواز زواج من أربعة رخصة وما ملكت أيمانكم رخصة جديدة عشان يزود إمكانية البتاع وزواج المتعة يعني زواج المتعة في الإسلام طبعاً السنة النهاردة يقول لك ده ما عندنا زواج المتعة ده زواج المتعة عند الشيعة بس ده النبي فرضوا وبعدين تلغى لا ما تلغاش ده كتنزلة فيها آية قرآنية هي يعني مقصوصة دلوقتي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن القراءة بتاعة عبد الله بن مسعود اللي لسه الشيعة بيقرؤوها لحد النهاردة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى يعني الزواج كان معمول بهذا وفيه يعني يعني حديث كتيرة في هذا الموضوع نعم فيه أحاديث للمتعة كانوا حتى في الفتح في عام الفتح بيمشوا في الشوارع اتنين رايحين واحد لوحدة كل واحد فيهم عرض عليها ردائه عشان تفضل معاه فهي بصت كده رداء ده أحسن رداء ده بس الرجل ده أفتى يعني أكثر شباباً منه فأخذت الرجل الشباب ويقول لك فمكستوا معها ثلاثاً وبعدين مشيت وهو أدهم الرخص دي علشان هو اكتشف أن التحريمات اللي كان عاملها مش بيطبقوهاش كان يروح للمدينة كان يروح حرب ويرجع يلاقي الرجال اللي فضلين في المدينة نايمين مع كل النساء اللي فضلين في المدينة فابتدى يعمل قواعد لتحريم الزنا ومرة بالجلد ومرة بالجلد ومرة بال... وعلاقته بنساءه كانت مضطربة حديثين إفكة حصلوا ومرة عائشة تهمت بخيانته ومرة ماريا القبطية تهمت بخيانته وراجل فوق الستين ونساءه كلهم تحت العشرين أو في العشرينات فطبعا شيء نقلق لرجل فيبتدى يعمل الشيء وضده يعمل ده وعكسه كل ده كل ده خلق لنا المنظومة المضطربة للأخلاق الإسلامية اللي اعتارت علينا اللي احنا بنقول ان هي صريحة يعني مجتمع مريض مجتمع متحرش رجل فوق الستين مش عارف يتعامل مع نساءه الصغيرات بيشك فيهم وفي نفسه فكل ده بيخلق قوانين مضطربة لا يمكن تتمشى مع طبيعة الإنسان لأنها ما فهمتش الإنسان لم تقدر الإنسان لم تعطي الإنسان حقه تنظر إليه كذئب جائع في المقام الأول وتنظر للمرأة لشيطان فما ينفعش دي نقطة النقطة الأهمة غير المسلمة فريسة يعني فيها أصلا كافرة هي كافرة مهما عملت فيها يعني يعني ملهاش كرامة مستقلة بيها وبعدين هي سبية أنا لما فنحن نحتقر المرأة ونحتقر بالأخص المرأة الكافرة فالمرأة فالمرأة الكافرة هي زي صفية صفية اللي سباها النبي في نفس اليوم اللي سباها فيه نمع ما فيش مسلم بيسأل نفسه طب النبي يعني ليه بسرعة كده يعني يعني في حد يسبي واحد النهاردة وينام معا النهاردة وقاتل جزها ما قالك أسلمته وشافت في حلم قبل ما يجي أكيد شافت في حلم قبل ما يجي يعني أنه ده قاتل الزوجها ده من زوجها قريب كانت يعني بالمنطق يعني ما هو دوبة عن التخاريف هو مش عايز يعترف لا والله القصة دي مش نزلاني من زوجها مش عارف أبلعها ده فلازم يبرر له ما هو ديما كده ثقافة التبرية الموضوع واضح زي الشمس بس لازم يبرر لك لا 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 أكيد مش هو ده السبب فبعد ده كله بتخلق شباب ممسوخ شباب مش عارف يروح فيه شباب عنده ازدواجية وفصام بايع ازدواجية وفصام مش عارف يتعامل مع غرائزه بطريقة صحية طيب ما احنا بنشوف في أوروبا والولايات المتحدة معلش معلش أوقفك هنا لأنه عايز أشرك معي بعض المشاهدين وأكمل معك بقية الحوار خليني أخد أخت مغربية من فرنسا أهلا بك ألو ألو تفضلي أختي سلام المسيح سلام المسيح لك تفضلي أخي راجي السلام على أخي أحمد حامد حامد عبد الصمد أهلا بحبيت تتبعوه كثيرا في الانتقنت صندوق الإسلام أهلا بحبيت أهلا بحبيت سؤالي لكنه ليس بالفرنسي هو بالإنجليزي يعني سينزل بالفرنسية في الخريف سينزل باللغة الفرنسية في الخريف كما يقول أهلا بخريف ألغة نستنى لأسف هو غير موجود لا باللغة العربية ولا بالفرنسية تعمل لنا نصفة بالعربي حنعمل أخير رشيد نعم لأن هذه الولاد عملوا هذا الشيء في ألمان وهذه علموا البومباث هنا في فرنسا كل شيء ماشي كل شيء ولكن هما أنزيخ نعم لأن في أخير رشيد يكون تعملي واحد في تليميزيون واحد يكون مازيخ يعلم شوية الولاد نتعى مازيخ لأنه ما يعرفوش والوف على الإسلام نعم في أخير رشيد لأنه نعرف نعرف الولاد مازيغ ما يعرفوش التاريخ عقبى بنونافي ما يعرفوش التاريخ الإسلام لا دخلو في الشام الأفريقية الله يخلي كدير غير واحد أنه يكون مازيغ معاك يبغل لأنه يبغل أخي مازيخ مع السلام أخ محمد من المغرب أهلا بك نهار كبير هذا خير عشيد نهار كبير تكرا نهار غليض نهار غليض نهار كبير ونهار خذ جيبوش بك إلى حال الواقع تفضل أسيدي تفضل أسيدي أريد أن أتكلم خارج الموضوع لم أكن أتكلم عن الحلقة من الأول كانوا يقع في ألمانيا وكانوا من ضمن المشاركين فيه مغاربة للأسف اللي هو تحررش أنا بالشيء متفق معك من الأول أنا الأول هذا أريد أن أشكرك يا خير عشيد واحد تشكر من القلب العفو نورتيني واحد نور راه جنقلك بزار العفو عشيد كنت في واحد ضلومات اللي ربي اللي يعلم فهمت يا كنت في واحد ضلومات بزار أنا أود أقصي معك كل واحد اللي هو الصاحب يشوف حلقة ديالك أنا أشتك معي ما تصرتش ليك وقلت نعم أبقاد كنت في حلقة ديالك وقلت مع عراطي قلت قلت نقلب بعدها بس القلب نواجه نعم من من 8 نقلب بشيء مكيفيين بشيء بشيء سيدة ديالك نعم يقول يا سيد نقسم عليه وقال 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 نجاوب ورمي يكس كيف نقسم عليه نعم أتش رمي ممكن حساس كيف نعم أتش نعم وقال نجاوب وقال وقال لنجاوب أتش وقال نفكر وقال لا ديني نعم أنت لا ديني لا ديني نعم وشكرك على هذه التموانيج على تشهادة التي قدمت وقال أترى الأشارة نحن نقوم بالمجهود وأننا نحن سيجعل هذا الشيء ق PSW ونا نساعدول الناس ليعرف الجهاز with a country's means we want to hustle, we want towards disaster We want a great job to complete but we want to set up a good life A lot of service pla pokemon A lot of service نعود لبعض الأسئلة ظاهر التحرش في المجتمعات الإسلامية عالية جدا مصر عندكم وصلت لأرقام مخيفة في المغرب نفس الشيء تكاد كل امرأة تمر من المقهى كل مقهى ماشيين مثل التينيس اللي ماشي اللي جاية بنت تمشي في الشارع تحس أنها مقيدة لا تستطيع الكلام لا تستطيع تمشي تنظر للأسفل تحس كأنها مسكينة هي دخلة في حرب كلما تخرج للشارع هي دخلة في حرب هل هذا له علاقة أيضا بالإسلام؟ الإسلام ما فيه تحرش بهذا الشكل هو لا علاقة بالمجتمع الذكوري طبعا المجتمع الذكوري اللي هو الرجل فيه هو اللي بيحتكر الفضاء العام والإسلام يأتي ويكرس لهذه الذكوري يعني أنا مش بيقول لك الإسلام هو اللي بيقول لك رح تحرش بها لا هو الإسلام هو اللي بيكرس أن الفضاء العام ده ملك للرجال فقط يعني المرأة يعني الشارع والفضاء العامة كل فضاء عام المرأة بيتها وجدرانها يعني وهذا شيء طبعا الإسلام كرس له من ساعة محمد ما قال أن زوجاته ممنوع أن هم يتكلموا مع الغرباء إلا من وراء حجاب وقرنا في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرجوا للجاهلية الأولى فالتكريس موجود حتى لما أجأ مرة لقاهم بيتكلموا مع عبد الله بن أم مكتوم اللي هو أعمى فبيسأل عائشة وكانت أعتقد زينب معها أو صافية فبيقول لهم أنا مش منعتكم أن تتكلموا مع الرجال إلا من وراء حجاب فقالوا له أنه أعمى فرد عليهم قال لهم أفعموايان أنتما هو أعمى أنتما ممكن تشوفيه أيضا يعني شوف النظر وصلت لحد فين أن المرأة لو أتيحت لها الفرصة أنها ترجو الرجل حتى ولو أعمى هتفضل تبصره تقول له أعمى مري سويد إيه ده يعني نظرة المريضة نظرة المريضة أن عدم الثقة بالبشر عدم الثقة في عقل الإنسان واتزانه أنك ما تدلوش الإمكانية أنه يتفاوض مع نفسه عايزة تخرج عايزة تخرج عايزة تتعامل إزاي عايزة تختار لبسها إزاي لا ما فيش هو ما احنا تعلمنا وكأنه المرأة ملهاش سلطة على جسمها يعني هي لو هي مثلا لبسة لبس معين يحق لي ما هو ده التقافة التبرير يحق لي أن ألمسها وكأنه من حقي وكأنه هي اللي جبته على نفسها هو ما متعلموش أنه ده خصوصيته حتى لو كانت عريانة لا يحق لك أن تلمس أي شخص نحن عشنا كمجتمعات بتلبس فيها النساء ما تريد ورأينا شواطئ وبعدين فيها وراها تقريبا تماما على الانترنت صور يعني نساء مثلا الفتيات الأوروبيات وفي جنبهم في السابوي وفي كل هذا يعني يقرأ شباب دون أن يعيروا أي انتباه وللأسف الشديد وتجد محجبة تمشي في الشارع وكل العيون يعني تكاد تخلع عنها ما وحنا فاهمنا أن الفضيلة خطأ الفضيلة الفضيلة شيء اختياري الفضيلة التي تأتي بالغصب هي رذيلة تنتظر فرصة ارتكابها مش عارف إذا كان يعني الفضيلة المفروض يكون شيء أنا مختار أنا اختار أنا عندي إرادي عندي الخيارين وبختار الطريق الفلان لكن الفضيلة التي تأتي بالغصب والإجبار هي فقط رذيلة تنتظر الفرصة وزي ما أحد المتصلين الكرام قال وهذه نقطة مهمة أن هذول الشباب في المجتمع التونسي أو المصري لو تحرش بحد ممكن الشرطة تقبض عليه في الشارع ممكن الناس عندها نخوة وطبعا ده فرصة نحن نقول طبعا أنه مش كل المسلمين متحرشين وأن المعظم الشباب ويرفضون هذه الظاهرة لكن هي ظاهرة متفشية متفشية جدا وفي ناس يتحاربها من المسلمين وبرضو للإنصاف من المسلمين المتدينين كمان أنهم يقولوا مش عايزين هذه الظاهرة عشان برضو يكون فيه شيء من الإنصاف وانا معك في هذه لما دول يخرجوا من مجتمعتهم ويروحوا على أوروبا بالضبط تغييب الرقابة الاجتماعية عنهم يعني بيحسوا أن الدنيا يبتدوا أنه خلاص خرج من القمقم ويبالغ يبالغ يشرب يعني لو كان بيشرب خلصة في بلد وكده يشرب فهو برضو نتيجة الكاب عربادة فهي برضو بس ما زال نتيجة التحريم اللي هو وأكبر دليل أن التحريم لا يأتي بمجتمع الفضيلة الفضيلة تأتي بمجتمع العقل مجتمع متزن مجتمع فيه الرجل متساوي مع المرأة ند لند يتفاوضوا مع بعض حول حقوقهم وواجباتهم مش حد يفرض عليهم من غاب أنت تختفي من الفضاء العام والرجل هو اللي يتحكم في الفضاء العام نتوقف مع فاصل ونعود بعده لإكمال هذه الحلقة من سؤال جريم لماذا أنا مسلم هل اخترت ديني في يوم من الأيام لماذا هناك إرهاب وقتل لماذا يذبح الإنسان أخاه الإنسان بإسم الله لماذا يحتلون ويصيحون الله أكبر ماذا كيف ولماذا مجرد سؤال لكنه قد يغير حياتك سؤال جريء كل ليلة خميس مباشرة على قناة الحياة عودة مشاهدين لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء وكنا نتحدث عن موضوع الجنس في الإسلام وبالأخص ظاهرة التحرش اللي حصلت في البلدان الأوروبية من طرف عرب مسلمين شباب من اللاجئين كنت سألت عن موضوع التحرش في المجتمعات الإسلامية عالي جدا رغم يعني كل الضوابط وكل القوانين المرأة في السعودية مثلا لا يمكن تجدها مع رجل أجنبي ويمكن الهيئة تتدخل ويصير في مشكلة في قوانين صارمة إلى آخره لكن الدراسات مثلا في جريدة الرياض في 28 أكتوبر 2014 تقول أنه طفل على أربع أطفال يعني 25% واحد من أربعة تعرض للتحرش الجنسي أطفال تحدث هنا المنيرة بنت المنيرة بنت عبد الرحمن أو لا عفوا دراسة أخرى لمونيرة بنت عبد الرحمن أجريت في المملكة 49% تقريبا 50% ممنهم في سن 14 من إجمال عدد الشكان تعرضوا للتحرش الجنسي كيف تفسر هذه الأعداد الكبيرة في مجتمعات يعني شددت قوانينها في مصر الآن الحجاب منتشر بشكل رهيب لكن رغم ذلك التحرش بشكل رهيب في أفغانستان قوانين صارمة لكن مع ذلك هناك تحرش كيف تفسر هذا أنا قلت كما ذكرت في البداية أنه هناك علاقة اضطراضية أنا شايفها بين المجتمعات التي تفرض الحجاب والمجتمعات التي انتشرت فيها ظاهرة التحرش الجنسي لأن فرض الحجاب في بداياته اللي ما كانتش بترتدي الحجاب كانت يعني شرعية للتحرش يعني اللي ما تعملش كده تستاهل ما هو الآية بتقول كده الآية بتقول كده أنه حتى لا يؤدين يعني يعني ما يتعرضوش للتحرش الحتمية موجودة حتى في القرآن نفسه فلازم نحجب بناتنا كمؤمنين ويسيب التانيين للتحرش فصار في البدايات يعني في مصر مثلا لما صاروا البعض متحجبات والبعض غير متحجبات صار الضغط النفسي والاجتماعي على الغير محجبة أولا هي يتحرش بها والمفجع في القصة بقى أن يتحرش بها من الرجال والنساء يعني أنا أعرف صديقات كتير بمصر لما بتمشي بشعرها مزدل بيشدوها الستات في الشارع في الأسواق وفي الشوارع العامة بس عشان يقدبها تشدها من شعرها عشان تقول لها أنت يعني مش هسمحلك تمشي مرتاحة بشعرك كده فيه غل فيه حسد بس في الوقت نفسه فيه كمان يعني أنها بتدعوها لسبيل الله أن هي بتاخد حسنات تاخد حسنات بتغصبها بتوريها أن أنت مش هسمحلك أنك تمشي مرتاحة في الشارع يعني مش فاهم أنه هي حريتها وليس لك أي حق لا أنا لابسة حجاب أنت ما تلبسيش ليه أنت تخرجي وبشعرك كده وأنت متبرجة ليه أنت متبرجة ليه أنا مش مسموح لي فيه أنت كمان ما يسمحلكيش فسواء تاكسي تفتح بنت غير محجبة أو لا أس ما بركبش غير محجبة يعني يعني هناك ضغط اجتماعي ففي حصار والنظرة أيضا دي متبرجة دي يعني يعني وكأنه هي أقل لأنني قرأت مقال يعني مكتوب مؤخرا في أتغ جريدة هسبريس المغربية يقول أنه الحجاب هو يعني البكارة الجديدة للمرأة آه بالضبط فهو يعني الحجاب وهذا شيء طبعا إحنا مش عايزين نفتحه في المجتمعات وننقشه الحجاب صار أداة سياسية هو زي أنا باعتبره يعني يعني شيء زي عالم داعش بس بدون بندقية هو زي يعني أصبح أنه هو بيقولك أنا بملأ حتى لو سمحت المرأة الخروج للشارع فلازم الفضاء نفسه يعني أسلم الفضاء الخارجي أسلمت الفضاء أسلمت الشارع الفضاء العام أسلمت الفضاء العام حتى يعني المرأة يا إما تقرر في بيتها ولو خرجت يبقى على الأقل تحمل شعار إسلامي أنها تقول الإسلام هو المسيطر على هذا المكان الريفير ده بتاعنا فدي أزمة الأزمة التانية أن لما بنعمل القوانين دي ونطبقها وتكون صارمة زي السعودية وأفغانستان وإيران ومصر مصر ما فيش قانون للحجاب بس المجتمع عمل القانون طبعا الحصار الاجتماعي من الرجال والنساء للمرأة غير المحجبة أجبر الكثيرات أنا أعرف كثيرات جدا لابسين حجاب وملحدات آه طبعا وهناك اللي بيمرسوا كل أنواع كل شيء عاشين حياتهم بكل هو مجرد للفترين لأن ما تقدرش تخرج أو تروح الجامعة لأن كله حيبقى ضدها فهي بتحاول أن فهو المطلوب شوية شجعة من المرأة نفسها فلذلك أنا دايما أحيي أي امرأة مسلمة في هذا المجتمع تنزع الحجاب باختيارها طبعا وتقول أنا شكلي كده وأنا مصممة أني أظهر كده أنت مشكلتك عندك مشكلة حلها مع نفسك ما تغصبنيش على هذا الشيء في بلدان زي السعودية وهذه يعني لوب الأزمة بقى أنه نظرتنا للأخلاق سطحية ودائما من زاوية الجوع الجنسي لما نغصب المرأة على النقاب وعلى الحجاب وعلى الفصل بين الجنسين في كل مكان وفي النهاية تأتي هذه النتائج في السعودية هذه النتائج بس القشرة يعني أما ما خفي لو مجتمع حر كان حدبان نتائج أكبر طبعا يعني هدول في كل هذا الكابتو مع ذلك تجد نساء تقول آه تحرش بها 50% لكن لو وصلت النساء أخرى مش هتوصل لهم أصلا يعني هيقول لك آه أكتر وحتلق النسبة 80-90% وتحرر بالخادمات ده 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 المصيبة أكبر طبعا الخادمات ما بيشاركوش في هذه هذه الإحصائيات مش تحرش دغتصاب وبلاوك كثيرة سمعنا عنها من داخل المجتمع السعودي الأطفال هم أكبر من يدفع التمن هي في النهاية هتلاقيها سلسلة والأقارب كله هي سلسلة من العنف هتلاقيها سلسلة من العنف دايما الحاكم اللي هو الظالم المجتمع الذكوري المتشدد هتلاقي دايما من أول الحاكم لوزراءه وزراءه بيقهروا اللي بيشتغلوا تحتهم في المصالح العامة أو في الشارع هتلاقي الشرطي يقهر الشعب الرجل المقهور من الشرطي ومن سيده في العمل يذهب إلى البيت يقهر زوجته المرأة تقهر أطفالها الأطفال يتعرضوا لآخر شيء في سلسلة العنف الجسدي والجنسي وهما هدول الأطفال يلي بيصيروا يخاجروا بعد كده ويعملوا البلاوة دي في العالم فهي سلسلة من العنف مكتملة إحنا ما بنشوفهاش إحنا خير أمتنا أخرج لأن الناس المفروض المخرج حطت في الكدر كده أسرة مسلمة سعيدة المرأة محجبة الأولاد عندهم أخلاق الرجل محترم ما بتحرش بحد هي دي الصورة اللي الإسلام بيخدعنا بها لكن الحقيقة في الشارع مش عايزين نشوفها نقول لك طب أنت نظريتك دي ما أنتش عارف تطبقها في الشارع ما أنتش عارف تطبقها في الشارع ما أنتش عارف تطبقها مطلع على اثنانش مجتمعات صالحة حيروح رجع للأقل نلوب الأزمة يقول لك النظرية صح بس التطبيق غلط التطبيق غلط 1400 سنة بس النظرية الصح طب هي النظرية دي أي نظرية في العالم مجتمعات أخلاقيا عندها شيء تصدر للبشرية لا تصدر أمراضها تصدر أمراضها اللي هي نتاج هذه النظرة المنافقة للأخلاق هذه النظرة الكريهة للإنسان التي ترى الرجل أنه هو وحش جنسي بس ينتظر فريسة وتنظر للمرأة أنها شيطان دايما هذه الازدواجية المرأة المقدسة والمرأة العاهرة ما نعرف شغل اللي تمنده لحنا اللي عندنا التطرف ده دايما الأم الجنة تحت أقدام الأمهات الزوجة الصالحة اللي هي يعني تحت أقدام زوجها أو هتبقى عاهرة ما فيش حاجة غير الاثنين ما فيش في النص بس العالم في ألوان طف كتيرة أنا جاي للموضوع ده لأنه مهم جدا نقشو لك خليني أخد من هولندا أخ جون تفضل أخويا رشيد أهلا بيك أخويا رشيد أهلا تفضل هذا بس أعود نسمع سمح لي لا بملي نخلص عليك نخلص عليك نخلص عليك ناخل المصري ألماني طرق الأشياء كثيرة نعم المرأة الشيطان ويعني نكاح هو جنس نعم نكاح يعني زواج نعم وطرق كثير من الناس السوريين استغلوا الموضوع للدخول إلى ألمانيا نعم مع إرهابيين نعم ندخل بصب الموضوع يعني الموضوع هو الجنس يعني تحرش الجنسي نعم ما هو أخر شيء هو على ما أظن وعلى ما أعتقد أنه تعليم ديني نعم يعني محمد نعم لما يعني شرح الأولى أقوله احنا المرأة كشيطان كالنقص للويتينس و لما خلال المرأة تكون في طرف صغير جدا نقول احنا واحد دار احنا نعم إذن نظرة الإسلام للمرأة نظرة الإسلام للمرأة في نظرك هي واحد من الأسباب اللي خلتنا نشوف في المرأة أنه هي سهلة أنه ممكن الواحد يعطي لنفسه الحق في التحرش بها وفي استغلالها نعم نعم والحجاب من جر الحجاب يعني أي دين في العالم يعني جر الحجاب حجب المرأة والحجاب لو شفنا مثلا اللي هي آية الجلابيب اللي اذكرنا أنه الغرض منها أنه يميز نساء المؤمنين عن باقي النساء حتى عمر من الخطاب كان يضرب الأمة صحيح اللي تتشبه اللي تلبس حجاب يضربها أنه لازم تشيل حجاب صحيح لا غطي نفسك يتمنى نشوفه وقضية أخرى نعم يعني المرأة كشوها محمد كأنها ناقصة ناقصة يعني شي حاجب ولا شيء يعني مستغلة جنسية لجنس فقط صحيح لما يقول لك فلما قاد زيد منها وطر يعني لما قاد زيد منها حاجت يعني زينب في كل الموضوع في كل قصة زواج زيد زينب في كل الموضوع ليس لها رأي يعني لما قاد منها زيد وطر زوجناك تزوجت غصبا عنها طلقناها غصبا عنها تزوجناها لك غصبا عنها فين إرادة زينب ما فيش أخويا رشيد حاجة أخرى بغي نقولها أنا مخصمة تقوله يعني الآية والآية وهو كلام محمد صاحبك أنا مجازا نقول الآية معني المصطلح مش مشكلة يعني كلام هو اللي يشابه اللي يكتبه اللي يجبه اللي يفرض علينا شيء نعم صحيح صحيح نحن نقوله ليفهم الشخص المسلم لكن لا نعتبرها آية يعني في حد ذاتها آية يعم أشكرك أشكرك أخي جون شكرك نأخذ مكالمة أخرى هذه المرة من ألمانيا هايدي تفضلي أخت هايدي أهلا بيك أهلا بيك تفضلي أختي مساء الخير كماننا الأستاذ حمد عبد السمات مساء النور أهلا بيك شكرا أنا لابد نظري في الموضوع أن أنتو بتتكلم في حاجات كتيرة من اللي أنا بتدريسها لأن أنا بدارس مادة اختلاف الحضرات أهلا بيك والإنجليز بيسمها كالشي كومينيكيشن سكيلز وفي المادة دين بنقارن ما بين الحضرات بنقول أن في حضرات بتتميز بالشعور بالزنب مثلا هنا الحضرة في ألمانيا وفي حضرات بتتميز بالشعور بالعار مثلا في مصر في مغرب في بلاد كتيرة في البلاد اللي هي فيها بتتميز بالشعور بالزنب بيقول أن النظام التعليمي ما بيعودش يوعد في الأولاد أو يقول لهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه لكن بيعرض عليهم الأمور ويبتدي نمي عندهم جزء معين وبعد كده يسيبوا لنفسه بحيث أن ضميره هو اللي يحركه يعني مش حد يكون بيرقبه علشان يعمل حاجة لا الضمير اللي بيقوله يعمل إيه أما بالنسبة لحضارة العار فالمهم أن محدش يكون شايفك ظلاما أن محدش شايفك أعمل زي ما أنت عايز إذا بوليتهم فاستاتروا الأجة الثانية بربك في الموقرنا بنقول أن الحضارة الشعور بالزنب زي هنا في ألمانيا بيقول أن توقف الرجل والمرأة في المكان العام أمر طبيعي وفي حضارة الشعور بالعار أن ما خلى رجل بمرأة إلا وكان الشيطان وثالثهم آه بالضبط ومش كده وبس يعني ده مكان بتاع الراجل السكسين هون ملهاش مكان فيه فبالتالي حتة اللي هي الفصل جمان في ما بين رجال والستات في الحضارات الشعور بالعار بتؤدي إلى أن نحن بنبتد نركز قوي على الأحاديث المتعلقة بالجنس وبذلك بالجنس الآخر يعني الرجال يتكلموا على الستات والستات يتكلموا على رجال وده مش هتلاقيها في حضارة الشعور بأن هم يعني كل عادات هما بيكلموش في أي موضوع غير ده في جملة مهمة قالها الأستاذ حامد أن التحرير لا يأتي بالفضيلة يعني طالما أن تشال الرقابة من عليك فأنت مش باختيارك تقرر أن أن كويس لأ ده كل اللي كنت ممنوع منه علشان بتسمع وعظة طول الوقت وكل دول خلاص تشال فبتعمل اللي أنت نفسك فيه يعني طالما أنا مفيش لقابة اجتماعية هل تعتبر أستاذ هايدي يعني تكلمتي بصفتك أستاذ في مادة اختلاف الحضرات هل تعتقدي أن الدين له جز في يعني في صياغة هذه المنظومات أم ليس له أي علاقة على الإطلاق أنت تسألتين سؤال كويس يا أستاذ رشيد وكان في محضرة أنا كنت بحضرها كانت عاملها ست هنا هو من قطل توركي في ألمانيا وأنا كنت فألتها سؤال أن هي تكلمت كتير في حكاية التحرش الجنس اللي بيحصل في البلاد العربية والثقافة والإسلام والحاجات دي كلها فأنا فألتها سؤال فبقول لها بإيه حصل عند الرجال غلط بحيث أن هو عمل منهم هؤلاء الوهوش فهي رحكت وأريك لي أكيد مش الثقافة الوحدية الثقافة الوحدة ومش الثقافة الوحدة إنك أنك أنك من نفسك كمان تردع وإنك أنك تخاف ربنا مش لأن هي ست مش تبعك أو مش من دينك أو أو يبقى حتى الكلام تحصل هنا في ألمانيا في موضوع الحجاب بيقولوا أن الحجاب بدنا نفهم أن فيه معنى مبطن جواء أو زي ما الأستاذ حمد قال آلة السياسية بمعنى أن اللابسة محجابة دي ما تتقربش منها دي ما تتحرش منها الثانية براح تبقى رسالة يعني وفي نفس الوقت كمان نعم رسالة يعني رسالة للآخرين شكرا أختي على هذه المشاركة أستاذ هايدي وفعلا مشاركة قيمة لو عندك أي تعليق تفضل مهم كتير أستاذ هايدي قالتو أنا كاتب فصل كامل في كتاب آخر هو سقوط العلم الإسلامي هو يعني متواجد بالعربية في فصل كامل عن culture of shame أن هي يعني جزء من من الأزمة أن كأن أنت وكان جون بول ساتر ألهب في تشبيه جميل جدا أن العار أو الشيم أنت ما تحسش به مع نفسك اللي مع نفسك بالضبط زي ما قالت الأخت هايدي هو الضمير أنه هو أنت سقلته بمعرفتك وده اللي مع نفسك هو الضمير اللي هو بيحركك وإحنا كلمة ضمير مش موجودة في اللغة العربية كلمة ضمير ترجمت في القرن التاسع عشر ما كانش عمدنا كلمة ضمير قبل كده فبس كان عمدنا ثقافة العار وجون بول ساتر عمل تشبيه جميل جدا أنه لما شخص بيراقب بشر من خلال ثق بباب طول ما هو بيراقبهم مش حاسس بأي شعور بالدم لكن لما حد يمسكه من وراء ظهره ومتلبسا بهذه الفعلة فيبدأ العار وإحنا أزمتنا في التاريخ دايما هكذا أننا نظلنا يمين نمارس كل أنواع المبيقات في السر المهمة تظهرش إلى أن جاءت الحداثة وأمسكتنا متلبسين بالتخلف فتجنننا بقى مش عايزين نعترف ما عملناش ما كناش بنبص من الباب أنتوا اللي غزتونا أنتوا اللي سببتوا فيه ونحاول نرمي أسباب المشكلة على الآخرين ما نعترفش بالذنب ثقافة الضمير تعترف بالذنب يعني تخلي الإنسان أنه يعترف بذنبه عشان يدور على حل لكن إحنا اللي اعترف بالذنب مش فضيلة عندنا بالعكس الفضيلة أن أنت تبرق الإسلام تبرق ثقافتك قالت جزء مهم جدا لا هو يمكن مش الدين أو الثقافة أو مش الثقافة بس يعني هذه خدعة بيمارسها الكثير من الإخوة المسلمين دايما لما يقول لك لا هذه مش مشكلة دينية هذه مشكلة اجتماعية ثقافية لها علاقة بالتقاليد والعرف يا السلام يعني إحنا ثقافتنا ومجتمعنا وتقاليدنا وأعرفنا لا علاقة لها بالإسلام طب ما كلها متشربة شبعانا من ده هي خلط واحد خلط يعني الذكورية يعني ثقافتنا العربية القديمة مثلا وكانت متشبعة بالذكورية وقال إسلام خلصنا من الذكورية وخلى المرأة والرجل في نفس الفضاء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس وجهة طبعا لا كرس للثقافة الذكورية ثقافة العنف ضد المرأة القرآن نفسه كرس لها بآية وضربوهن وضربوهن لدرجة أنه خجلوا من هذه الكلمة وصارت في بعض الترجمات الإنجليزية بيت ديم لايتلي أو بيت ديم لايتلي يعني يضربهم بحنية رغم أنه الأصل ما فيش حنية لا بيقول لكم النبي كان بيضربها بالسواك ومش عارف طبعا لما كان كل ده بدأ يعني خلد الآية ليه في وفتح المجل وكل هذا سوء التفاهم لا هي ثقافة كلها زي ما احنا شايفين ثقافة ناس مجتمع متحرش مجتمع متوحش مجتمع حروب ماذا عن الكلمات التي نستخدمها للجنس أنا أول حاجة قلتها لك هي الكلمة نكاح كلمة نكاح جاية منين نكاح زواج وممارسة الجنس يفتح أي قموس وخاصة أول قموس عربي يفتح لسان العرب لابن منظور هتلاقي مترادفات لهذه الكلمة كلها عنيفة النكاح هو الرطم الضرب ارتطام اجهاد إصابة مقارعة وط يعني تطأها كما تطأ الأرض كما وطأها يعني هتلاقيها كلها مصطلحات كأن المرأة ساحة حر والرجل يمارس العنف فيها غشيها الغش الغش لما تغشاها حملة حملة خفي يعني هتلاقي كل المصطلحات لا علاقة بيزء يا أخي الزواج وتقمة التناقض هنقول آية طبعا عشان ما هتبصت لا اللي بيسمعنا يقولك ده القرآن بيقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ترجمة ده على الأرض فين؟ ترجمة ده في اللغة فين؟ فين السكنة والرحمة؟ سكنة والرحمة ممكن للرجل فين الرحمة للمرأة؟ الرحمة المرأة اللي تضرب اللي تحجم اللي ممنوع 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 كلها ممنوعات فين الرحمة في هذه الممنوعات فاللغة هي أكبر دليل أنا لمعرفتي عدة لغات دايما بقرأ الثقافة من خلال اللغة أنت بتتكلم عن الموضوع ده بتستخدم له مفردات فهتلاقي أن إحنا فيه دايما عنف جسد المرأة صاحة حرب جسد المرأة صاحة حرب يمارس فيه الرجل عنف نقولك حرث لكم نساوكم حرث لكم أنا شئتم بمزاجك وقت ما أنت عايز تحت تصرفك ربنا وضع المرأة تحت تصرف الرجل ووضع غير المسلم تحت تصرف المسلم مكننا من رقاب غير المسلمين وغير المسلمات ومكننا من أجساد النساء هي هذه الثقافة هو ده منبع هذه الثقافة ولو كان الدين خلال 1400 سنة عجز يعني أنه غير هذه الثقافة يبقى ملوش لازم أساسا ده هو اللي كرس لها طب ماذا عن الجنس كمكافأة دنيا وآخرة؟ حبا ما هذا طبعا دي الكرسة كبيرة يعني أنت عايز تشوف المسلمين بيتعاملوا مع النساء وعلى فكرة الجنس إزاي شوف جنة الرحمن موصوفة إزاي في القرآن حتلاقي يعني أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إيه الشغل؟ رح إقرأ تفسير أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الشغل هو فض البكرة قاعدين هما ورا بعض كده عملي فض بكرة حرية ورا حرية ورا حرية حينما يصور الإله للبشر أن مكافأته على الإيمان وعلى العمل الخير ليست أن يتحد معه روحانيا ليس أن يصير جزءا منه أن يعني يشبه حنينه إلى هذا الإله الذي كان يتمنى لقاؤه لا هذا يجعل مكافأته جسدية جنسية أنا بسميها في كتاب الإسلاميك فاشيزم بسميها بورنوتوبيا يعني اليوتوبيا الجنسية عمل من الجنة يوتوبيا جنسية حتلاقي بقى الحوريات حور مقصورات في الخيام يعني كده يعني مستنينك في الخيام لم يطمت هن لم يطمت هن قبل هن ولا جان يعني عندهم عذرية يعني مهم النقطة دي جدا عشان في حولة الرجل اللي هو الصياد محدش قبل لمسها ده مهم جدا عند الرجل بس فكرة حور العين نفسها أنه ربنا خالق مخلوقات ليس لها إرادة ليس لها مشاعر ليس لها حردة اختيار ليس لها وظيفة إلا تلبية إلا مكافأة رجل جاي كان مؤمن يعني العاهرات اللي هتلاقي لهم حقوق أكتر يعني العاهرة على الأقل بتاخد أجر مقابل اللي بتعمله وممكن بعد ما تخلص ست أو ثمان ساعات شغل ترجع يبقى لها حياتها الخاصة صديقها أو زوجها وحياة مستقلة بها لكن الحورية طبعا لا تختار لا تؤجر على ما تفعل هي محطوطة بس كده هي حبيسة مكينة سجينة سجينة هي منتظرة عبودية جنسية بالضبط هي العبودية جنسية بالضبط هو المصطلح الصح العبودية الجنسية أن هي تكون ليس لها إرادة وأن هي محبوسة في مكان ما بتخرجش هي وما فيش تفاوض ما بتتعرفش على حد لا ده هي منتظرك في الخيمة ومش لوحدها بيقول لك ده المسلم اللي شوف بقى له اتنى ثاني من الحوريين لك المسلم الشهيد له اتنى ثاني وسبعهم لا لا فيه كمان قصة تانية ما هو الشيوخ بقى خيالهم واسع خيالهم واسع في الموضوع ده يقول لك المتزوج من أربعة في الجنة المتزوج من أربعة في الدنيا بيأخذهم معه للجنة مش احترما ليهم الأربعة دول يعني أنه يكتفي بهم في الجنة لا ما هو المكافأة للرجل بس يعني ما فيش مش هتلاقي بقى ناس كده يعني بادي بلده وبتاع ييجي للنساء يمتعهم لا برضو عيب حتى في الجنة لسه برضو حرام وعيب فالرجل بس يبقى ياخذ يقول لك طب مكافأة المرأة ايه في الجنة يقول لك أنها ترجع مع جز طب لو جز هقرفها وبتكرهه تعمل ايه لا هتروح معها برضو الجنة فهي بيبقى جايبة معها هي كمان كل واحدة سبعين وصيفة مجرد فكرة أن المرأة أو الجنس هو مكافأة للرجل بدون بغض النظر عن مشاعر مرأة أو مشيئتها سواء كانت حور عين أو حولها أو مشعرفية يعني بغض النظر عن كونها ده في حد ده تحتقار للمرأة واعتبارها مادة للمكافأة للرجل يعني باختصار شديد للأسف أنه الوقت يعني اقترب من النهاية احنا مكملين في الحلقة القادمة فقط لمشاهدينها سيكون عندنا موضوع رائع عن آيات السلم في الإسلام لأنه كتير من الناس أنتم مش شايفين أي شيء صح في الإسلام في آيات السلم سنناقش كل آيات السلم فكونوا معنا في موضوع رائع في الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر